فيروس كورونا المستجد عرفته منظمة الصحة العالمية انه نوع من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي بتبدأ بدور برد عادي وبتوصل لأمراض خطيرة زي الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي والحد دلوقتي ملوش علاق صريح أهم أعراضه الحمى والإرهاق والكحة واحتقان الأنف والرشح والتهاب الحلق والإسهال فيروس كورونا أصاب عشرات الألاف من الناس في كتير من دول العالم طرق انتقال الفيروس بيتنقل الفيروس عن طريق رزاز الأنف أو الفم للشخص المصاب ولما بنتعامل مع شخص مصاب بالفيروس أو لما بنلمس أماكن أو أشياء جاء عليها الرزاز ده أو لما نقرب من حيوانات مصابة بالفيروس ولما بنستخدم أدوات المريض وبعدها نلمس الأنف أو الفم وعشان كده فيه كام نصيحة مهمة تحمينا من المرض وهم تنظيف الإيد وغسلها بالماء والسابون باستمرار وحاول بقدر الإمكان تستعمل المطهرات لما تكح أو تعتص استخدم منديل ورائي وتخلص من المنديل بعدها فورا وغسل إيدك ولو مش معاك منديل منظمة الصحة العالمية بتنصح تغطي الأنف والفم بمرفقك المثني ما تقربش من حد مصاب بالحمة أو الكحة وبعد عنه متر على الآل واطبخ الأكل كويس خصوصا اللحوم لو حسيت بأي أعراض بالحمة أو الكحة أو صعوبة التنفس زور أقرب مستشفى بسرعة كمان فيه كام معلومة لازم نأكد عليهم مجففات الإيد مش فعالة في القضاء على الفيروس لوحدها لازم تنظف إيدك وتخسلها كويس جدا وبعدين تستخدم المجففات ما ينفعش تستخدم الكمامات أكتر من مرة ولما تيجي ترميها ما تمسكهاش من قدامه رش الجسم بالكحول أو الكلور مش بيساعد في القضاء على الفيروس ده بالعكس ممكن يضر ملبسك أو الأغشية المخطية زي العنين والفم الحيوانات الأليفة في البيت ممكن تنشر الفيروس وعشان كده اخسل إيدك كويس جدا بالماء والصابون بعد ما تتعامل معاه والطوم ما بيمنعش الإصابة بالفيروس فيروس كورونا بيسيب كل الفئات العمرية خصوصا كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية زي الرب وداء السكري وأمراض الألب المضادات الحيوية مش فعالة في الوقاية من الفيروس هي بس بتقضي على الجرسيم مش الفيروسات لو عايز تعرف معلومات أكتر كلم 105 الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وما تنساش تزور الموقع الخاص للتوعية ضد الكورونا www.care.gov.eg